احتفلت محافظة الوادي الجديد بإطلاق وبتسجيل أطول سلسلة فاكهة تمور في العالم بموسوعة جنس للأرقام القياسية وأقيمت هذه السلسلة بالاستاذ الرياضي بالخرجة حيث تم تنفيذها بالتعاون مع شركة منتجة للتمور بطول 3500 متر في إطار حرص الدولة على النهوض بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة احتفلت محافظة الوادي الجديد بإطلاق وتسجيل أطول سلسلة فاكهة تمور في العالم بموسوعة جنس للأرقام القياسية والتي أقيمت بالاستاذ الرياضي بالخرجة هذه السلسلة تم تنفيذها بالتعاون مع شركة منتجة للتمور بطول 3500 متر وتضم 100 ألف تمرة بعدما تم استيفاء كافة الشروط والمعايير التي تحددها الموسوعة وصولا إلى اعتمادها بحضور لجنة الموسوعة للتأكد من عادة التمور بالسلسلة والشكل الهندسي المعتمد ده الحياة شيء بنفتخر به جدا وبيعتبر نوع من الدعاية والترويج للتمور المصرية على مستوى العالم كأول سلسلة تمور وأطول سلسلة تمور في العالم وسجلة باسم شركة مصرية وتساهم هذه الفعاليات في ترويج المنتج الاستراتيجي للمحافظة عالميا فضلا عن فتح أسواق تصدير خارجية ودعم منتج التمور بالمحافظة ده المحصول الرئيس المحافظة الودي الجديد الموضوع البلح وعندنا احنا 200 ألف ضن بسم الله ما شاء الله على المحافظة وعندنا 3 مليون نقلة بسم الله ما شاء الله فده حدث حدث عالمي وشهدت الاحتفالية عروضا شعرية وفقرات فنية للفلكلور الشعبي وعرض فيلم تراثي عن الواحات وفيلم تسجيلي عن مدينة الخارجة والتي تم اختيارها مؤخرا عاصمة البيئة العربية لعام 2022 ناينواشرين